الرسالة من العراق من الأخ العزيز أحسين الزهراء ويبدو أنها من كربل الكثير من الأخوة يسألون عن مقام سيدنا الشهيد المحسن بن علي صلوات ربي وسلامه علي وحدث لغط بهذا الشأن وهناك من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه عليه السلام إمام ومقامه كمقام الأربعة عشر عليهم السلام وأن مقام إمامته سيظهر في الرجعة وما يستدلون به على إمامته ما جاء في كتاب الأنوار العلوية للشيخ جعفر النقدي في الصفحة 433 وفي الرواية لو أن فاطمة عليها السلام ولدت ألف ولد ذكر لكان كل فرد منهم إمامة ولكن لو رجعنا للقرآن كما أمروناهم عليهم السلام كي نتنكب الفتن فإن مقام الإمامة خاص بالأئمة الأربعة عشر وعلى سبيل المثال ما جاء في سورة الفجر في الآيات الأولى بعد البسملة وفيها بوضوح سلسلة الأئمة الأربعة عشر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة في تأويل قرآنهم في تفسير قرآنهم الفجر قائم آل محمد وليالي عشر كما جاء في الرواية من الحسن إلى الحسن من الحسن المشتبى إلى الحسن العسكري والشفع علي وفاطمة والوتر رسول الله فهذه سلسلة الأئمة الأربعة عشر هذا أولا وثانيا هناك من الأخوة يقيسون مقام المحسن عليه السلام بالإمامة الإبراهيمية الذي جاء في الآية مية وأربعة وعشرين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فيقولون إمامة المحسن صلوات الله عليه المذكورة في الحديث على فرض صحته إنه الحديث الذي جاء في كتاب جعفر النقد فيقولون إمامة المحسن صلوات الله عليه المذكورة في الحديث على فرض صحته إنها كالإمامة الإبراهيمية متفرعة عن إمامة الأربعة عشر عليهم السلام الذين هم تعريف إمامتهم ما جاء عن صاحب الأمر صلوات الله عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وهذا جاء في دعاء شهر رجب مرويا عن إمام زماننا فمما تقدم ينتج لنا مجموعة أسئلة ما صحة رواية كتاب الأنوار العلوية وعلى فرض صحتها كيف نفهمها ما هو مقام مولانا السبط المحسن صلوات الله عليه بغض النظر عن هذه الرواية وهل يمكن أن نقول عن إمام كإمامة إبراهيم وهل هذا القياس جائز وهل يمكن أن نقول عن قمر بن هاشم عليه السلام إمام بمعنى الإمامة الإبراهيمية المتفرعة عن إمامة الأربعة عشر مع ملاحظة أن منزلة قمر بن هاشم في حديثهم الشريف أعلى من منزلة جميع الأنبياء والمرسلين وقطعا ليس الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله التوقيع إحسين الزهراء نبدأ من كتاب جعفر النقد الذي جاءت فيه الرواية هذا هو كتاب جعفر النقد الأنوار العلوية وهذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قموا المقدسة صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثة هذه هي الرواية في آخر الصفحة وفي الرواية ما هي الرواية لو أن فاطمة عليها السلام ولدت ألف ولد ذكر لكان كل فرد منهم إمامة هذه هي الرواية التي جاء السؤال عنها هذه الرواية ليست موجودة في مصادرنا الأصلية المعروفة حينما أتحدث عن مصادرنا الأصلية المعروفة إنني أتحدث عن الكافي وأخوات الكافي كتبنا الأصلية لا توجد هذه الرواية فيها أتحدث عن الكتب المتوفرة في زماننا وبحدود معرفة وإطلاع على هذه الكتب وهذه الرواية لم يشخص جعفر النقد مصدرها الرواية الرواية تذكر على الألسنة لا يوجد فيها ما يبعث على رفضها لأن الرواية هكذا قالت لو أن فاطمة ولدت ألف ولد ذكر وهذا لم يتحقق على أرض الواقع لو أنها ولدت لكانوا أئمتان لكنها ما ولدت إلا حسنا وحسينا والحسن والحسين إمامان قام أو قعد أما المحسن فإنه لم يولد وقصته معروفة لقد سقط جنينا إنها جريمة الصحابة أصحاب السقيفة الذين قتلوا فاطمة تعذيبا بين الباب والجدار وأسقطوا جنينها لو سألني السائل هل تقبل الرواية تنعم إنني أقبلها عندنا وأقرأ عليكم من الجزء الخامس والستين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث السابع والتسعون بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة يا بني بأبي أنت وأمي أرسل إلى بعلك فادعيه لي إلى أن يقول رسول الله لفاطمة ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم تدمع العين وقد يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون يتحدث عن ولده إبراهيم وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ولو عاش إبراهيم لكان نبيا لو عاش وهذا الحديث موجود في كتبنا وموجود في كتب السنة أيضا وفي كتب السنة ولو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا المضمون هو هو فالأنبياء صديقون ولو عاش إبراهيم لكان نبيا لو عاش فهذا المضمون يرد في الأحاديث من أن أبناء النبي إبراهيم وغير إبراهيم لو أنهم عاشوا لكانوا أنبياء لكنهم ما عاشوا لم يتحقق هذا على أرض الواقع لهم منزلتهم فهم أولاد محمد صلى الله عليه وآله لكننا لا نقول عنهم من أنهم أنبياء لو عاشوا لكانوا أنبياء الكلام هو هو بخصوص المحسن مثل ما جاء في الرواية التي ذكرها جعفر النقد في كتابه الأنوار العلوية لو لو ولد المحسن لو ولد المحسن لكان إماما هكذا تقول الرواية لكن المحسن لم يولد لقد قتلوه جنينة فلا يوجد فلا يوجد شيء يجعلنا نشكك في الرواية فهذه الرواية مثيلتها وأختها التي قرأتها عليكم من بحار الأنوار لو عاش إبراهيم إنه إبراهيم ابن رسول الله لو عاش لكان نبيا لكن إبراهيم توفي صغيرا لو ولد المحسن لكان إماما لكنه سقط جنينا ولم يولد فلا نثبت هذه الصفة له إنه ابن علي وفاطمة والنبي الأعظم هو الذي سماه بالمحسن إنه شهيد الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين فاطمة قتلت دفاعا عن الغدير وأسقط المحسن في هذا الطريق إنه شهيد بيعة الغدير شهيد الولاية العلوية منزلته تجعله رمزا رمزا لبيعة الغدير ورمزا لظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ورمزا لمشروع القربان الذي صار بديلا عن مشروع بيعة الغدير لأن الأمة قد غدرت بمشروع الغدير فجاءت الخطة البديلة إنه مشروع القرابين وهذا العنوان استله من كلمة عقيلة بن هاشم حينما خرجت ليلة الحادي عشر من شهر محرم في السنة الحادية والستين من الهجرة خرجت في ذلك الليل البهيم حتى وصلت إلى جسد الحسين ووضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعت الجسد إلى السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان طلائع مشروع القربان بدأت مع الشهيد الأول من شهداء هذا المشروع إنه المحسن الشهيد لأن المحسن استشهد قبل أمه أسقطوه جنينا قتلوه جنينا وبعد ذلك ماتت فاطمة من الضرب والرفس والتعذيب وما جرى عليها في واقعة الباب والجدار وهل يمكن أن نقول عنه إمام كإمامة إبراهيم هذا الكلام لا محل له من الإعراب بحسب ما بيّنته قبل قليل وهل يمكن أن نقول عن قمر بني هاشم إمام بمعنى الإمامة الإبراهيمية المتفرعة عن إمامة الأربعة عشر عليهم السلام ما المراد من كلمة إمام إذا كنا نريد من كلمة إمام المعنى الحقيقي فهذا لا ينطبق إلا على الأئمة الأربعة عشر محمد علي فاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم الأئمة الحقيقي فإذا أردنا أن نستعمل هذه اللفظة بالمعنى الحقيقي فإنها لا تنطبق إلا على الأربعة عشر صلوات الله عليهم إذا أردنا أن نستعمل كلمة إمام بمعنى آخر بمعنى يكون مجازيا فيه شيء من التساهل والمسامحة بحسب المعنى اللغوي فإن الإمام هو الشيء الواضح البين الذي يوضح المقصد والاتجاه بحيث أن الناس يتوجهون إليه الإمام علم الإمام علامة إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة بهذه المعاني بالمعنى اللغوي المجرد أو بمعنى مجازي أو بنحو من التساهل والتسامح في الاستعمال يمكننا أن نطلق ذلك على أب الفضل العباس صلوات الله عليه ولكن هذا الإطلاق قد يؤدي بالناس حينما يقولون الإمام الحسين والإمام العباس هذا الكلام ليس صحيحا ليس صحيحا من جهة عقائدية أن نساوي بين العباس والحسين العباس شيعي من شيعة الحسين له منزلة عظيمة جليلة هذا شيء آخر لكن لا وجه للمساواة بين الحسين والعباس وإذا أردنا أن نستعمل لفظة الإمام مع الحسين بالمعنى الحقيقي ومع العباس بالمعنى المجازي بالمعنى الذي نتساهل ونتسامح فيه أدبيا لا يجوز أدبيا لا أتحدث عن الأدب بمعنى الخلق أتحدث عن الأدب العربي فإن الواوة العاطفة تساوي بين المعنيين فلا نستطيع أن نعطف المعنى المجازي على المعنى الحقيقي في موضع كهذا يسبب الشبهة العقائدية لدى الناس ولذا فإن النصوص التي وردت عن العترة الطاهرة تتحدث عن العباس لم يرد فيها هذا الوصف فحينما نصف العباس بأنه إمام إذا أريد المعنى الحقيقي فهذا ليس جائزا لأن المعنى الحقيقي للإمام خاص بالأربعة عشر وإذا أريد المعنى المجازي فإن الأئمة لم يستعمل ذلك وهذا سيسبب الشبهة عند الناس حينما يقولون الإمام الحسين والإمام العباس هذا الكلام ليس صحيحا ليس صحيحا من الجهة العقائدية وليس صحيحا من الجهة الأدبية اللغوية لكن إذا أردنا أن نتصور معنى الإمامة المجازية في العباس فإن منزلة العباس أعلى منها العباس له منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء في يوم القيامة جعفر وحمزة من الذين يغبطون العباس يوم القيامة وهما الشاهدان للأنبياء منزلة العباس منزلة عظيمة أما هذه المصطلحات والألفاظ لابد أن نلتزم بالقواعد العقائدية وبالقواعد العربية البليغة هم الذين يقولون لنا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء علينا حينما نتكلم معهم أو نتكلم عنهم أن نراعي قواعد البلاغة والفصاحة أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء الفصاحة ترفض هذا أعتقد أن صورة باتت واضحة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر